عقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث بحث عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة هذا وقد وافق مجلس النواب نهائيا على قانون للتنقيب عن البترول في شمال سيناء جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين والموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مستهل الجلسة ناقش المجلس تقريرا من إحدى اللجان المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية وقد طرح عدد من النواب أراءهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون أنا أوافق على الترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة برينكو للاستكشافات البترولية والغاز في شمال سيناء طبعا كلنا كمصريين بنتمنى أن نحن نحقق الاكتفاء الذاتي في مجال البترول وبعد مناقشات وطرح بناء أعلن المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون في مجموعة كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية من بينها قرار جمهوري بشأن الموافقة على تعديل في اتفاق تمويل موقع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التعليم الأساسي إلى جانب قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لدعم قدرة الدولة على مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية الحقيقة هذه الاتفاقية مهمة جدا لأنها ستدي منحة إلى مصر 3 مليون يورو هذه المنحة مخصصة لبرنامج النهوض بالمناطق العشوائية كل شكر للسيدة المقررة لسببين السبب الأول للعرض المميز والسبب الثاني أن دكتورة عبلا رائدة مبادرة جميلة قامت بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للمشهورة الأسرية والذي احنا تمنينا أنه يبقى موجود كثير وهو الهدف منه توعية السيدات بحوقهم والصحة الإنجابية والاهتمام بصحة الطفل الزيادة السكانية تعتبر مشكلة المشاكل وهي مشكلة هيكلية وإحنا دلوقتي بنحاول نعالج المشاكل الهيكلية ولو إن حل هذه المشكلة هي طويلة الأجل وتحتاج منها إلى الجهد في هذه الحالة وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات والتي من شأنها تحقيق تقدم على كافة المستويات في الدولة موسيقى موسيقى موسيقى